تدفق المزيد من الرياح الباردة نحو المنطقة الأيام القليلة القادمة وحالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر في بعض المناطق وزخات من الثلوج العشوائية التفاصيل بعد قليل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو أسعد اللوقاتكم بكل خير متابعين في الأردن نهار اليوم استمرت الأجواء باردة في عموم مناطق المملكة انتشرت كميات من الغيوم المتوسطة والعالية للارتفاع التي عملت على هطول بعض زخات من الأمطار في أجزاء محدودة من المنطقة الشمالية خلال أيام القليلة القادمة يتوقع أن يتدفق المزيد من الأحواء البارد نحو المنطقة بالتزامن مع امتداد لمنخفض البحر الأحمر ستعمل هذه الظروف الجوية على نشو أحواء جوية غير مستقرة بالتزامن مع الأجواء الشديدة البرودة وبالتالي يتوقع أن تكون هناك بعض الأمطار بشكل عشوائي في أجزاء من المملكة يوم الاثنين تكون هذه الأمطار على شكل زخات ثلجية أيضا في بعض المناطق كالتشمل بعض المدن الرئيسية نبدأ نشرتنا باستعراض لهذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة المتوقعة من نهار اليوم السبت وخلال الأيام القليلة القادمة يوم السبت استمرت درجات الحرارة أقل من معدلاتها المثلية هذا الوقت من العام استمر أيضا الطقس البارد في عموم المناطق مع انتشار لكميات من الويوم على ارتفاعات مختلفة والتي عملت على هطول بعض زخات من أمطار في المنطقة الشمالية يوم الأحد بإذن الله يتدفق المزيد من الهواء البارد نحو المنطقة تنخفت درجات الحرارة بشكل نظافي مع استمرار لانتشار كميات من غيوم على ارتفاعات مختلفة والتي استعمل على هطول بعض زخات من الأمطار بشكل محدود خاصة في منطقة الشمالية والوسطى من المملكة لكن اعتبارا من يوم الاثنين بإذن الله يمتد منخفض البحر الأحمر نحواء المنطقة في قابل التزامن الموجود لهذه الكتلة الهوائية الباردة هذه الظروف الجوية استعمل على النشوء أحوال جوية غير مستقرة وتكاثل كميات من الغيوم والتي ستعمل على هطول بزخات من الأمطار بشكل عشوائي في عموم مناطق المملكة تكون هذه الأمطار على الشكل زخات ثلجية متفرقة وعشوائية الطابع على أن تتراجع حالة عدم استقرار الجوي هذه اعتبارا من نهار يوم الثلاثة نذب الآن للعاصمة عمّة وتوقعات الجوية لهذه الليلة تسود أجواء شديدة البرودة وقارصة البرودة الحرارة المقاسة تسجل درجتين مئوية فقط المحسوسة درجتين الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية معتدلة أسرع بالنسبة لتوقعات الجوية للعاصمة عمّة الثلاثة أيام القادمة يوم الأحد عشر درجات مئوية كحرارة عظمها من الصغرات الدرجات مئوية مع فرصة لبعض زخات من الأمطار خاصة مع ساعة مع بعض منتصف الليل يوم الأثنين يتدفق المزيد من الهواء البارد من المنطقة الشرقية هذه المرة باتجاه المناطق الغربية أحوال جوية غير مستقرة بالتزامن أيضا مع امتداد لمنخفض البحر الأحمر زخات من الأمطار متوقعة تكون على شكل أمطار مخلوضة بالثلوجة أو حتى زخات ثلجية لكن متفرقة مع خمس درجات مئوية كحرارة عظمها أما الصغرى أربع درجات مئوية يوم الثلاثة يعود ويستقر التقس تدريجيا أو بشكل نسبي تستمر أي أو يستمر امتشار لكمية من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ترتفع درجات الحرارة تسجل عشر درجات مئوية كحرارة عظمها أما الصغرى تنخفض لثلاث درجات مئوية مع فرصة لزخات من الأمطار بالنسبة لتوقعات الجوية لباقي المدن الأردنية نبدأها من المنطقة الشمالية أربع التقس غائب جزء 11 إلى 7 عجلون 12 إلى 6 جرش 13 إلى 3 والمفرع 12 إلى 3 درجات مئوية المنطقة الوسطى الزرقاء 13 إلى 3 البلقاء 9 إلى 3 عمان 10 إلى 3 ومأدب 11 إلى 5 والبحر الميت 18 إلى 12 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكرك 12 إلى 3 الطفيلة 10 إلى 3 الشهرات 9 إلى 4 معان 18 إلى 6 والعقبة 21 إلى 14 درجة مئوية أخيرا المنطقة الشرقية الأزرق 15 إلى 3 الصفاوي 13 إلى 3 ورويش 11 إلى 4 درجة مئوية مع تفرق لبعض الويوم كان هذا كل ما لدينا لحد الآن إلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو اشتركوا في القناة